هل على المملكة المتحدة أن تظل عضواً في الاتحاد الأوروبي أو عليها أن تغادر؟ الجواب عن هذا السؤال من شأنه أن يحسم مستقبل البلاد ومستقبل الاتحاد الأوروبي علامة صغيرة على ورقة التصويت ستحدد القرار البقاء أو الرحيلة من الأفضل أن تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي فمن أجل أن نتخذ قرارات تصب في صالح البلدان المجاورة لابد من الجلوس حول نفس الطاولة الأمر معقد شيئاً ما وليس من السهل اتخاذ قرار بهذا الخصوص الأهم أن لا يكون القرار مبنياً على العاطفة بل على معطيات ملموسة علينا أن نفكر في العواقب أولاً 46 مليون بريطاني يتوجهون إلى مكاتب الاقتراع في شتى أرجاء البلاد للإدلاء بأصواتهم في استفتاء تاريخي تلا حملة مريرة بدأ أنها قسمت بريطانيا إلى معسكرين درست اللغات وأمضيت أعواماً كثيرة في بلدان أوروبية أشعر بالانتماء إلى الاتحاد الأوروبي أو فضل أن تبقى بريطانيا عضواً فيها ولسه من يقولون إن على بريطانيا أن تغادر أشعر بالعدام الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي وأعتقد أن القرارات التي تتخذ داخل الاتحاد لا تخدم بتاتاً مصالح الدول الأعضاء بعد إغلاق مراكز التصويت سيتم جمع صناديق الاقتراع المختومة ونقلها إلى موقع الفرز في مناطق العد المحلية التي يبلغ عددها 382 مركزاً وتمثل تلك المراكز 380 منطقة في إنجلاتيرا وسكوتلندا وويز بالإضافة إلى إيرلندا الشمالية وجبل طارق ومن المفترض أن تعرف نتيجة الاستفتاء في وقت مبكر من صباح الجمعة